عندي فقط 48 ساعة نطور فيها اللعبة بيكون عندكم ثين تجويني التيم تختلع بلعبة بأي طريقة ممكنة جيم باست على هذا الشيء بس أنا مو مبرمج لكن هنفط شرف المحاولة لأنه لو حاولت فأنت عندك فرصة نجاح وفرصة فشل مع التعلم من أخطاء هذا الفشل لكن إذا أنت ما حاولت فأنت فشلت بالفعل مشان هيك الندم في عدم التجربة أنا أمام خيارين شارك أو ما شارك طبعاً سأشارك وإلا هذا الفيديو ما سيصير إذا ما اسميت عن الجيم جام استغلت فرصة أن يطلع بمحتوى لقناتي اللي ما فيها بمحتوى ومنها تحمس أني أعمل لعبة رغم أني أنا مو مبرمج ومشان هكذا أخدت التحدي أني كون سولو ما أكون مع تيم مشان ما أخرب على حدا لماذا واحد ممكن يتجه لمقارة عمله بليلة الويكند بليلة خميس بعد الدوام لأني مستقبل الشركة لا بس لأنه أصلاً الجيم جام صاير بمقارة الشركة تبعنا أول يلة كانت تجمع لإنطلاق الحدث وإعلان الثيم وهلأ طالعين لفوق نشوف شو الوضع لأنه المفروض أني تأخر تيم كان عمله ريفيل أصلاً للثيم السلام عليكم أعلنت الثيم أعلنت الثيم أعلنت الثيم ولا الاسم لسه؟ أوكي وعليكم السلام أطلع بلعبة أطلع بلعبة أنا هاي الفكرة لازم أعمل في آر أطلع بلعبة فالموضوع فيه في نوع من أطلع بلعبة لازم بلعبها يجب صوي لي تهبي أطلع بلعبة أنا هلأ المشاهدات ستصير بمليئة أي إضافة بنتابع الكينوتس في البداية وبعدها الثيم طيب هو تسعة دقائق الصراحة خلينا نقدمه خلصت لـ 48 ساعة أبل ما تبدأ حتى تسعة دقائق تز يلا بعدين إيجا وقتنا عرف الثيم فقاعات مدينة فقاقيعة كبيرة أنا متحمس بعد الإعلام بدأنا بكتابة الأفكار والعصف الذهني حكا لنا عباد حطوها كقاعدة باسمه بي إكستريم بس ما تطلعون من هنا إلا الذكرة على الأقل على الورق وانت كل من توكن على الورق كتبت فكرتين فكرة عميقة جداً خلوني يحكي لكم الفكرة هي مصطلح أخذناها بالجامعة اسمه social bubble فقاعة الاجتماعية ما رح شرح لكم يا لانه بياخد وقت بس فهمتوا الفكرة عميق وما بتدير تساويه بـ 48 ساعة أما الفكرة الثانية فهي اللي ممكن تطور عليها ببساطة اللاعب بالواقع الافتراضي ورا فقاعة يحاول يحمي هاي الفقاعة من أي شيء متجاه باتجاهه وهيك ما يكون خلصنا الافتتاحية ثلاث ساعات نخصمت من الـ 48 ساعة بعدما رجعت الواحد المفروض جيم جام ومتحمس المفروض يشتغل لكن صراحة بسبب التعب نمت فهيك نخصمت ست ساعات تانية ومن ثاني يوم الضحة بدأت اشتغل خطر ببالي فكرة غير اللي كتبته على الورق وبعد ثلاث ساعات الاخبار سيئة لاني انا ببساطة على اساسني فاي بكير وصار لي ثلاث ساعات عم بشتغل على ميزة وهي انه اللاعب يحرك ايدي بسرع هيك لتحت فبيقفت في الـ VR ما بعرف ليش انا بديت من الميزة بدل ما ابدأ من الفكرة اللي بدي اعملها قلت اوكي اذا قدرت اعمل هاي الميزة معناها انا بقدر ابني فكرة على اساسها دي اعمل اكس بس انا ماسك الكاميرا بيدي التانية نعم عزيزي ما انجست شي كانت فكرتي انه نعمل شي باركور رفت هاي كم فقاعات واللاعب بالـ VR بيحاول نط من فقاعة لفقاعة ما ينفكر فينا اقولوا نعم بعمل ماب مينكرافت اسهل كان ضيعت وقت ثلاث ساعات بدون اي ناتب 12 ساعة من الـ 48 ساعة انقضت وانا كلي عندي اياه مجرد مساحة VR واقع افتراضي تجربة بس مافي ايشي فعليا عن اللعبة منشان هيك هارجع للفكرة البدائية والاشياء البدائية اللي ممكن اعملها اللي انا قادر اني اعملها بصفتي شخص غير مبرمج وعلى هالاساس هامشي في بالي فكرة طلعت فيها هلا بدي اتواصل مع شات جي بي تي اكتر مشان حاول فهم الفكرة اول شي شوي شوي يعني هاشرح له انه نحنا عنا جيم جام وهي الفكرة تبعي وهي تفاصيل الفكرة تبعي بعدين هابدى بقول له على الاشياء البرمجية اللي يعطيني اياها بالملايسة الاغلب بالسكرابت شات جي بي تي فمعا ان شاء الله بوضع ايوة تيم ميت شات جي بي تي ايوة تيم ميت شات جي بي تي ليش انا بدي ابدأ معه من البداية يعني حتى هيك فهمه انه ترى انا بجيم جام وانا عم ساوي لعبت هيك هيك وتفاصيله واصطة مشان يتغذب الفكرة ويصير يعطيني اقرب ناتج بديها وافضل ناتج قتبنا له لشات جي بي تي التفاصيل لنشوف شو هيكون كيف يمكنني مساعدة كيف بس هيك زاوية الكاميرا انا صورني وانا مدري مثل ان اشوفها الفيديو عشوائي جدا وحقيقي وما فيه اي فبركة ورفته بس اهم شي الزاوية يعني مشان تحسسكم بهالاحساس هذا طيب بالنسبة الاشياء البرمجية فتشات جي بي تي حيساعدنا فيها وايضا انه انا من قبل اعمل دورة اسمه جونيور بروغرامنج على يونيتي من يونيتي مجانية على موقع اسمه يونيتي دوت ليرن اللي بيحب يستفيد طبعا هذا مو اعلان مجرد شيرينج اسكيرينج انا عملت من قبل جونيور بروغرامنج على يونيتي دوت ليرن ما عملتها غير مشان افهم تشات جي بي تي شو عم يعطيني انا هحاول اشياء اللي اتعلمتها طبقه بس بذي ار بالثيم تبعه القيم جام قضيت ساعة زيادة مع الدكال الاصطناعي لوضح الفكرة اكتر الفكرة ببساطة تعرفوا لعبة بيت سابر غالبا سمعانين فيها مكعبات عم تجي باتجاه الشخص باللاعبة تبعي ستكون عبارة عن فقاعات عم تجي باتجاه الشخص بساطة اللاعب اللي هيحط النظارة لازم يحمي حاله من الفقاعات ليش؟ لانه هو شخص منضيف فبهاي الشكل هيك فيه قالب نوع من الكوميديا او المتعة باللعبة وحيكون فيه ثلاث انواع من الفقاعات لحظة خلينا نعمل بوز بحب أشترككم ما كان فيه ثلاث انواع من الفقاعات وما فيه شخص وصخ ما بيحب النظافة والفكرة كلها اصلا ما زبطت واللي خطت طلو ما مشي متل ما بدي انا شو كان بدي بهالشغلة يا جماعة انا صار لي مدري كم ساعة على اوه صار اني لحد الان انا قادر اني حط النظارة ما اصبعي تفقع البابل صار لي ساعة محاول حط فيها صوت لما انتفقع ما عم تزبط وما يجي زبط شغلة بيخرب شغلة تانية لا ترجع ومش المشكلة انه انا صار لي زمامة ومستاذ اميونيتي حسيت حالي في التفوت المالي ادى عشان هكت عم فكر بالانسحاب حرقيا كنت رح الى شويه حا استسلم اقول لعباد الو اي 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 بيب بس لو انسحب فما حيكون في دعبة ولا حيكون في فيديو فانا حاليا ما حضيع وقت حاول ان يعمل سكورنج سيستم ببساطة بس انه رقم ومع كل فقاعة بتمنفع بيزايد هذا الرقم يكي نحن البشر غريبين يعني تشات جي بيتي عجبنا ورهيب وعم يسهلنا امورنا وعم يحل عنا اشياء كتير وشالله تيمكن انا ما بعرفها مثل البرمج يقدم يعلمني اياها ويعطيني اياها مثل ما هي بس مع هيك بس نتعود عليه منصير منسبه بعد فترة اذا ما عطانا الشي اللي بدنا بسرعة غريبين يا اخي انت قبل تشات جي بيتي كنت هاد الشي ما تعرف تعمله اصلا جايت تشرت هلأ عيب يا اخي هلتلاقيني تشات جي بيتي انت غبي صح انه اليوم انا كله عانيت معه حتى اوصل للفكرة البدائية جدا من اللعبة تبعي طبع هلأ صلا عندي فقاعة بتمشي وبايد اللاعب بيقدر انه يفقع هاي الفقاعة ويطلع منا صوت ويطلع منا تأثير انه يفقع صح اني عانيت لو وصلت لهيك بس لولا تشات جي بيتي اصلا ما كنت عملتها صح انه مرت تقريبا 24 ساعة وبس هذا اللي عملته لهلأ لكن هلأ وضح عندي كل شي بالنسبة للعبة اتغيرت كتير لكن لسه نحن حاولين نفس الثيم حاولين نفس الفكرة وان شاء الله حنطلع بناتج كويس لسه في 24 ساعة بس انا متأمل انه ان شاء الله الخطوات الجاية هتكون يمكن بإذن الله اسهل انا بالعادة متعود نام 11 ونص بس بما انه باقي 24 ساعة للتسليم و لازم نشتغل وخلص اللعبة وقيم جام فأعتقد اعتقد حاسهر يعني مثلا 11 ونص وخمسة انا نايم اليوم هلأ باب بديل له انه هاي الفقاعة كررها برنج معين يجي باتجاهك مشان ما تطلع بره الماب لانه هتكون واقف بنفس المكان اللهم عم تروح يمين يسار وبشكل عشوائي فهلأ التلواتشات جيبتي يعطيني كل الاشياء اللي محتاجها لنشوف اذا رح تزبط ولا لا شوفو يا جماعة الخير التلواتشات جيبتي انه يعمل لي هاي الصورة مشان تكون ورا اللاعب يعني هاي الفكرة اللي ببالي حاليا مبدئيا انه اللاعب يكون تحت وعم يدافع على القطة او عن القطة من من البابلز اللي عم تجي باتجاهه ونفس الوقت حيكون فيه مثلا سمك لا ما نازم ندافع عنه وتخليه يجي لعند اللي هاي حاليا عم واجهة معضلة بين اني استمر بالشغل شوي كمان وبين اني سلمها ونام فكرة انه صلي من الفجر لهلأ فايق طب ما ادي ايش هلأ اصلا اما الساعة عشر ومص ونفس الوقت طعبت كثير وحاسن حتى لو بدي يظل فايق ما بدي اشتغل مشكله لسه باقي انه نكمل اللعبه كميكانيكس لسه فيه اشياء ما ضفته فيه ديزاين طبعا الديزاين بعضه حيكون شغلات جاهزة حنستخدمها يظل فيه ديزاينز لازم انا صممه لسه ما بعرف شو القرار قررت نام بس ما انا متضغري ضليت شوي بعدين نمت بعدين صحيت مشان الصلاة بعدين رجعت نمت شوي قيلولة خلينا نسميها فهالفترة هاي كلها خصمة من الاربع وشرين ساعة المتبقية ما يقارب العشر ساعات صباح الخير اخر يوم بالجيم جام والليلة عرض الالعاب طبعا انا بحكي بصوت واطي لانه عرفت لمن هنا ينام مو ما انطلع صوت لمن احنا ننام بفوت عليك بالمكنسك ازدواجية معايب ما علينا مبارح جاني فكرة قبل ما نام حكيت لكم ع فكرة الصورة تباع القط ورا اللاعب بتكون فانت متدافع على هذا القط بدل انت ليش ما اللاعب يكون القط بشكل غريب شوي بدل صوت القط هحط وجه قط فهتحتمه وعم يجي باتجاه الفقاعات والسمك انت لازم ايديك حيكونوا بالفي ار هنا ايدين قط طيب طيب بسيكلي يا عيال قالت بسيكلي بسيكلي بدلت ارسم ايدين اللاعب اللي حتكون بالواقع الافتراضي اللي هي حتكون على شكل قط وكانت أول مرة بيستخدم 3D بينتينج بالبلندر أعتقد الناتج اللي طلعت فيه كافي أنه يوصل إحساس أنه فعلاً إيدين قط لما أنه اللاعب صار هو القط اللي يفقع الفقاعات وياكر السمك غيرت الصورة اللي وراءه صارت وجه قط فاتح سنة بعدها بدأت ببناء البيئة تبع اللعب بالنسبة للشجر والحجر فهي شغلات جاهزة جمناها من يونيتي منجانية لكن توزيعها بشكل صحيح ضروري خصيصاً بالنسبة للعبة واقع افتراضي لأنه الشخص ممكن يلف كاكيد ما هتعبي كل الدنيا شجر انت بكتفط الشجر بطريقة يغطوا على بعض فيغطوا على الأفق تبع اللاعب فاللاعب ما يشوف فراغات موجودة حواليك وبعدين عملت شغلك كان فيها مخاطرة كبيرة شفتوا الماء هاي اللي تحت اللي عم تتحرك بشكل تلقائي وشفتوا الشلال اللي عم تتحرك بشكل مستمر هدول بيسموهم شيدر أنا الزيرو بالشيدر رغم أنه ما كان عندي وقت كافي إلا أني خاطرت وشفت الفيديوهات على اليوتيوب التعليمية بشان ساوي هاد الشلال وهي الماء يتحركوا بشكل تلقائي الصراحة كتير ضافوا للشعور شوي صار منطقي إنه هاي الفقاعات وهدول السمكات عم يجوا من مكان واضح شو هو أكثر شي عانيت فيه كان واجهت الخسارة أوكي نحن عندنا واجهة عم تبدأ اللعبة بس ما عندي واجهة لما أخسرت ترجع تطلع مرة تانية ما أعرف لي سببه ما يمكن بسبب طريقتي بترتيب السكريبتز تبع البرمجة فهذا الشي سبب لي تعقيد شوي بإني ضيع خصصا إذا شخص ما بيع ببرمجة أوفرولمي قلنك أنت تعد تجرب شغلي بعدين يقول لك إرور شان هيك كان الاختيار هو أني أعمل مكان آخر نفس المكان الأول تبع اللعب بس ما حيكون فيه اللعب حيكون فيه مجرد واجهة بتقول لك ابدأ اللعب أو اطلع من اللعبة وهيك بيصير بقى بالواجهة الثانية تبع اللعب مجرد لمس سمكة فبيرجعك على المشهد الثاني القائمة الرئيسية نفس الشي ده ما فقعت الفقاعة ولمست بالقط فبترجع للقائمة الرئيسية كان في كتير أشياء لهذا مضبطها من ناحية صوت وشعور بالخسارة هو المشكلة شو صار إنه هي لعبة فيها قطة وإنت قط بس ما فيها ولا صوت قط واضطرينا سبيد رون فاضطريت أني عديها أو حاولت حطها بس ما ضبطت فمح ضيعت وقت عليها فيكم تقولوا صار عندي لعبة وعرض الألعاب يبدأ الساعة التسعة لسه ما جربت اللعبة إني استخرجها من البرنامج اللي هو بسمه بيلد للأسف اللي أخذ وقتي هو واجهة الخسارة هاي اللي ما كانت تزبط معي من الصبح بس بالأخير يعني حليتها بالأخير ما ليصانع ألعاب لكن أعتقد الناتج لصولته يعتبر لعبة ممكن يتسمى لعبة مشكلة نسي ما بعرف شو رأيهم يعني نحنا حنروح نعمل الشوكيس حنستارض الألعاب نشوف شو رأيهم بس على المستوى الشخصي أنا أعتقد عملت شيء طيب أعطيكم العافية حاولت أطلع بشيء يمكن تسموا لعبة ويمكن لا مستوى الشخصي طيب بسيكلي يا عيال قالي بكثير قبل ما يفتوا و أنا محباية بكثير هل يقوم بشيء يتساق؟ هل يتأتي بشيء يتساق؟ اللي هو باختصار سكور وحييجي بالقطع الجعان بدوا الفيش بس ما بدوا الببلز فتحكم بشيء يتساق وكذلك يجب أن تقوم بسرعة ترى أهليك لأن هذا هو مجموعة تناطف تناطف لا صحيح، مجموعة طبعاً مجرد راح بابل لغرا، سيرجعك المينيو أو مسكت سمكة بالغلط، سيرجعك المينيو فهي باي سيكس الميكانيكس فيها اللعبة يعني مثلاً، نجعنا على المينيو هذا هو مجموعة الأفكار والألعاب وحتى الرسومات اللي طلعوا فيها الفراء التانية بألعابهم فعلاً كانت رهيبة والفايبز اللي عم تعطيك إياها أرهب وأرهب صوت وقل بعض، اشتهلون والله اشتهلون غير كذا، يا أخي حرام، نبي نلعب ألعابكم الغالب راح مع ألعاب 2D اللي لعبتي كانت واقع افتراضي هيك حسب جاي غلط رابطها هتلاقوه بالدسكريبشن صراح ما باعف على أي VR حتشتغل لكن مجربي على الكوست، فحمل بس الفايل ووصيل الكوست باعك على الكمبيوتر فتح على الكوست لينك ودبل كلك على .exe فايل تشتغل اللعبة معك وهيك بكون عملت لعبة بالواقع الافتراضي بـ 48 ساعة لا تسل لايك وسبسكرايب لمستقبل مزهر ما مارف شو اندخلها بس يعني اعمل سبسكرايب